اقول لكم مفاجأة يعني مفاجأة للبريمو بنفس البيان ده ويمكن الخبر اللي انا هقوله ان الزمالك بعد موقفه بان هو مش عايز الدوري يستكمل الدوري بقى دوري كرة القدم المستشار المتضمنصور بشكل كبير وانا بأكد لكم الجزئية دي هتراجع عن موقفه وفكرة ان هو موافق على عودة الدوري مرة اخرى وده زي ما اقول لحضراتكم ان ده قرار دولة كل اللي انا بقوله ده قرار دولة ان لازم الدوريات ترجع وبالتالي الاتحادات تشوف جدولة تشوف الامور مشة ازاي تعمل المباريات بشكل معين التدريبات بشكل معين كل الامور الخاصة بالتكنيكا البقى داخل البطولة وداخل التدريبات اتحاد الكرة بيتفق مع الاندية لكن مش حد ييجي يقول انا منسحب عشان كده برضو النهاردة نادي مصر اللي من كام يوم ودي حاجة غريبة يعني المشكلة اما تيجي تطلع انت بالتصريح وبتكلم على نادي مصر ونادي ودي ديجلة برضو اما تيجي تطلع بالتصريح وعشان الناس تشوفك وتمشي وراك وتتكلم عليك في السوشيال ميديا ولا في التليزيونات تقول انا تمشي عكس الناس كلها وتمشي بالشكل اقول انا هنسحب يعني ياريتك حتى تقول لا انا مش موافق لا انا هنسحب الانسحاب ده بحد ذاته انت يعني المعنى او المغزى منه لازم يكون في عندك اسباب معينة عندك اسباب معينة والاسباب دي اكيد هتكون عند اندية اخرى فبالتالي النهاردة نادي مصر المقصة بعد جواب رسمي سوريا نادي مصر او اف سي مصر بعد جواب رسمي بانه هو لن ينسحب من البطولة وبيتبرع بالمسحة الاولى بالنسبة ليه الاختبار خاص بفيروس كورونا ليه طبعا لأي حد محتاج وطبعا فيه اندية كبيرة زي ما تركوا قبل كده النادي الاهلي كان مبادر فيها هذه الجزئية بالتالي نادي مصر برضو كان عنده فكرة الانسحاب ولكن ايضا حزم الدولة او البيانة اللي خاص بيه الدولة بخصوص الرجوع مرة اخرى ليه البطولة او الدورة هتلاعب خلى طبعا الاندية اللي بتفكر انه ممكن يكون فيه مرونة في هذه الجزئية لا خلاص مفيش مرونة ان الدوري راجع بشكل قوي طبعا ده شيء مهم جدا ان احنا بيبقى فيه موقف معين وكدولة بتبتدي تاخده من خلال بقى المؤسسات الاهلية اللي هي الاتحادات بتبتدي تتعمل تناسق او تبقى فيه تناسق ما بينها وما بين الاندية عشان الامور ترجع لطبيعتها وفي الاخر المصلحة العامة بالنسبة ليه الكرة مصرية او كرة اليد هي الاهم فيعني نتمنى في موقفه اللي قبل كده هتراجع فيه جزئية العودة مرة اخرى للدوري وان نوافق على ان الدوري يرجع بشكل كبير